على مدار الكام شهر اللي فاتوا وإحنا بطبيعة الحال وده حال الدنيا إحنا بنودع قامات عظيمة وكبيرة كل يوم الحقيقة لكن عند ناس بعينها وإحنا النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا لازم نقف قدام سيرة ومسيرة حياة الفنان الكبير سمير صبر حقيقة وفاة فنان أو رحيل فنان ممكن يبقى خبر يهم المجتمع الفني الناس بتشتغل في الفن وممكن يبقى يهم محبيهم لكن لما الناس اللي بيكونوا رحلوا وتبقى سيرتهم أو خبر وفاتهم مش بس سبب للحزن على فقدهم لكن سبب لمراجعة حاجات كتير قوي هم مثلوها أو كانوا جزء من أنهم يتركوها في الحياة فالحقيقة أنه وفاة الفنان الكبير سمير صبري واحدة من الحاجات اللي تخلينا نتعلم من الفكرة دي أنه رحيل الكبار واحدة من القيم الكبيرة جدا الناس دي كانوا مختلفين قوي عشان كده وفاتهم أثرت في المجتمع النهاردة هتلاقي أنه معظم الناس من تعامل مع سمير صبري ومن لم يتعامل مع سمير صبري ما نعرفه من قريب أو من بعيد نهاردة أنت بتقرأ وبتشوف وبتسمع شهادات حية عن قصة ومسيرة حياة كبيرة ومهمة من الحاجات اللي بتميز الناس الكبيرة دي أنهم كانوا أو جيل العظماء دولة اللي بيقفوا يهزوا الدنيا كده بوفاتهم أنهم كانوا قامات حقيقية يعني كان الثقافة مكون أساسي في شخصية النجم الحقيقي وإحنا النهاردة بنرثي نجم حقيقي حتى لو هذا النجم ما يستخدمش طول الوقت إمكاناته الكبيرة واحد زي الفنان الكبير سمير صبري كان فنان مثقف بدرجة امتياز الكبار كمان كان عندهم ميزة أو جيل الكبار دول كان عندهم ميزة عظيمة جدا هذا الجيل وهقول لكم على حاجة كده مش سر أعتقد أنا وغيري كتير من الزملاء في جيل من الكبار دايما بيرعى الجيل الأصغر منه كده فتلاقي إنه الكبار بيفهمه قوي في الأصول يفهمه قوي في الاتيكات بمعناء الحقيقي الأصول والآداب اللي تخص المهنة أو غيرها إحنا لسه بنتعلم عن الناس دي وتلاقي نفسك كده وإنت يعني شايف نفسك حاجة صغيرة قوي يقصد الناس الكبار ويجي لك رسالة من حد كبير جدا يقول لك برافو نهاردة كنت شاطر نهاردة كنت حلو الفنان الكبير سامير صابري كان بيعمل كده مع كتير من الفنانين ومع كتير من الناس واحدة من الحاجات اللي تخلينا نحتفي بحياتهم مش بس نرثيهم إنه زمانهم كان زمان حقيقي لطيف وكان زمان محترم نتمنى ولو نعرف نقلدهم لأنه كان زمان بيكتسب فيه الإنسان قمته من شخصه مش من أي حاجة تانية فكانوا أشخاص على المستوى الإنساني مميزين ورجعوا الحوارات الشخصية فيه أنواع كده من الحوارات في الإعلام يعني عموما فحوار الموضوع وفيه حوار الشخصية حوار الشخصية دايما كنت تلاقيه ثاري جدا وغني جدا كان بيميز هذا الزمان اللي بنفقد فيه عمالقة إنه العلاقات كانت كنز حقيقي الفنان سمير صابي كان واحد من الناس اللي عنده كنز من العلاقات بس هو برضو كان بيميز هذا الزمان وهذا الرجل أن العلاقات كانت كنز معنوي ولم تكن أبدا كنز مادي كان مفيش مصالح ورا العلاقات لكنها كانت علاقات قوية ومتينة ومستمرة لفترات طويلة من الزمان